سؤال الرومي مين؟ السؤال اللي بقالنا كام يوم؟ مش كام يوم؟ كام شهر بنتكلم فيه؟ مين المصري اللي مع روي فيتوريا في جهاز المنتخب؟ قبل ما يوصل روي فيتوريا كان مجلس الدارة تحد الكرة وانا قلت لك ان كان هنا في البرنامج هنا كان محمد يوسف متصدر المشهد بشكل بيرجي وكان اقرب او كان في استقرار داخل مجلس الدارة تحد الكرة لوقود كابتن محمد يوسف لما جوم قاعدوا مع فيتوريا قال لهم لا الموضوع بالنسبة لي كده مش هيجي هترشحه لي حد فانا وافق عليه الرجل بيشتغل بشكل ضقيق جدا خلال فترة اللي فاتت المدير الفني للمنتخب اللي قالوا هو كان مشارك في اختياره اي حاجة تحصل في المنتخب هيكون هو يعني بموافقته هو فبالتالي محمد يوسف بعت شوية الفترة اللي فاتت دي وقال وحط بعض الشروط منها انه يكون ضرر في اندية كبيرة يكون ضرر في منتخبات يكون اشتغل مع مدير فني اجنب الفترة طويل حق انجازات بالتالي لسه الامور حتى هذه اللحظة لسه يعني مش بشكل رسمي محمد شوقي كان فيه عدد كبير من عضاء مجلس اضافة احد الكرة متحفظين على محمد شوقي ولكن محمد شوقي فيتوريا ميال الى حد ما الى حتى هذه اللحظة لمحمد شوقي شايف انه كان موجود قبل كده هو الاقرب ربما يكون هو اللي متواجد مع فيتوريا خلال الفترة اللي جاية دي كلها يحسمها فيتوريا نفسه هو اللي يختار حتى هو كان متحفظ في البداية على الاستعانة بمدرب مصري شايف ان العدد اللي موجود معاه كافين جدا ادهم مهماتهم ادهم شغلهم الفترة اللي جاية بيشتغلوا من دلوقتي كمان لو انت عندك رغبة من البداية اللي انت تجيب مدرب مصري اعتقد الفترة دي في اشد اللي احتاج لها انت بتلف على الاندية بتقعد مع مدربين الاندية بتتكلم عن الدور بتشاهد الدور بتشاهد حاجة كبير جدا فبالتالي كان المفروض ان المدرب المصري يكون موجود معاه حتى هذه اللحظة محمد شوقي داخل في الصورة موجود في الصورة سيد معوض موجود في الصورة عب ستار صبري ما بين اي ولا لسه الامور ما حسمتش بس انت شايف ان محمد شوقي هو ولا بس في مدرب يمكن تواصل مع احد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورا يمكن ابدى رغبته بشكل رسمي كنه وتواجد هو محمود فيز كان في تواصل مع احد اعضاء محمود فيز هو اللي طلب الكلام تم العرض الامر بشكل نقوله مباشر بشكل غير مباشر ان يتواجد مع فيتوريا وده كله اللي يحسم قرار مين اللي يبقى المدرب المساعدة هو فيتوريا وليس مجلس ادارة اتحاد الكورا عظيم جد